أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين بجزيرة الوراق وضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير وخلال اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق وجه مدبولي بمؤصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة مع تصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف ومنع عودة المظاهر العشوائية كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة تسليم الأراضي التابعة لولاية جهات حكومية لجهاز تنمية مدينة الوراق لتدخل في مخطط التطوير